حركة تصوير الشاشة أو أي مهمة أنت ممكن تسويها من خلال عدة لمسات على ظهر الجهاز هذه الحركة تقدر تسويها من خلال الإعدادات بعدها بتدخل تسهيلات الاستخدام وبعدها بندخل إلى اللمس وبتنزل آخر شيء بتحصل عندك الضغط من الخلف فلو ضغط مرتين على سبيل المثال تقدر تختار أي مهمة منها مثلا لقطة الشاشة ولو حبيت يكون الضغط عبارة عن ثلاث مرات تدق الشاشة ثلاث مرات بأصبعك ممكن تخليها على سبيل المثال أنك تقفل شاشة الجهاز أو تتوجه إلى مركز التحكم أو الإشعارات أو أي من المهام الموجودة عندك هنا